بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد فحديثنا معكم عن مصر المحروصة وعن شعبها الطيب يقول الجاحز إنما سميت مصر مصرا لمصير الناس إليها واجتماعهم بها أي جميع الناس يحتاجون إلى مصر ويلجأون إليها وشعبها هو شعب الكريم يحب الكرم فقد قال عبد الله بن عمر بن العاص أهل مصر هم أكرم العرب وقال أبو موسى الأشعري ما أرادهم أحد بسوء إلا كفاهم الله مؤنته وفي رواية لا يريدهم أحد بسوء إلا قصمه الله فمصر محفوظة وأهلها محفوظون وأهلها معافون من الفتن لا يعرفون طريق الفتن والشائعات فقد جاء عن كعب الأحبار أنه قال أهل مصر معافون من الفتن فهم يفهمون الفتن ويجتنبوها وقد جاء في الحديث عن عمر بن الحمق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل مصر وذلك في حال الفتن كيف يكون حالهم قال ستكون فتنة جميع الناس يصاب من هذه الفتنة لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس فيها الجند الغربي قال شراح الحديث الجند الغربي هم أهل مصر وقد أوصى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وقال فإن لهم زمة ورحما وفي رواية فإن لهم زمة وصهرا جاءها يوسف عليه السلام فلما دخل إليها أحبها وأحب المقام بها بدليل أنه استدعى أهله إليها وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمينين وذلك لطيبها ولطيب أرضها ولطيب ساكنيها وأهلها دخلها فقال اللهم إني غريب بها فحببها إلي فلا يدخلها غريب إلا أحبها وأحب المقام بها لجأ إليها السيد المسيح عليه السلام وأمه الصديقة وهذا قد حكاه القرآن الكريم في قول ربنا عن عيسى عليه السلام وعن أمه الصديقة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ما هي الربوة؟ قال بعض المفسرين هي أرض مصر وبعضهم قال هي أرض البهنسة بمحافظة المينيا على وجه التحديد وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وقال العلماء ولد بها إدريس عليه السلام وهو أي إدريس عليه السلام من علم الناس الحساب والكتابة ومن علم الناس الخياطة وهكذا قال الإمام المناوي في فيض القدير إدريس عليه السلام هو من نظر الحساب وهو من علم الناس الكتابة وهو من خاط السياب انظروا إلى هذا الشرف وجاء إليها أيضا إبراهيم عليه السلام ودخلها من الصحابة أكثر من مئة رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت إليها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها فدعت لأهلها بهذا الدعاء آويتمون أهل مصر آواكم الله أمنتمون أهل مصر أمنكم الله نصرتمون أهل مصر نصركم الله فهي أرض طيبة وشعبها شعب كريم يحكي العلماء يقول كانت المرأة تحمل المكتل على رأسها فكانت الأشجار والسمار تملأ المكتل مما يتساقط من السمار من الأشجار كان المكتل يمتلئ بالسمار وكانت الأشجار بحافتين نيل من هذه الناحية ومن هذه الناحية من أصوان إلى رشيد ولذلك أجمع أهل المعرفة أنه ما من شجرة إلا وهي بمصر عرفها من عرفها وجهلها من جهلها وقد أجمع أهل المعرفة أن الناس مضطرون إلى مصر يسافرون إليها ويطلبون الأرزاق بها اللهم اجعلها عامرة اللهم احفظها اجعلها كما قلت هي خزائن الأرض اللهم اجعلها خزائن الأرض كما قلت يا أكرم الأكرمين احفظها واحفظ شعبها هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة